توجه رئيس الوزراء العرقية محمد شيعي سوداني بالشكر والعرفان لمصر لدعوتها لقمة السلام في هذا التوقيت العصيب وخلال كلمتها أمام القمة أكد السوداني أن الاحتلال الصهيوني أظهر وجهه الحقيقي بمثبحة مستشفى المعمداني التي تعد جريمة حرب متكاملة مطالبا بفك الحصار عن أهالي غزة العزل ورافضا تهيير الفلسطين قصريا عن أراضيهم أتقدم إلى الشقيقة مصر بالعرفان والتقدير لدعوتها إلى هذا الاجتماع في ظرف عصيب شديد الوطن يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الصابر المحتسب إلى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين في المجمعات السكنية والكنائس والمستشفيات كان أبرزها مجزرة مستشفى المعمدانية التي أظهر فيها الاحتلال الصهيوني وجهه الحقيقي ونواياه التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء ترجمة نانسي قنقر